دلوقتي هيقول لي على نقاط الضعف في المنتخب الكندي اللي مفروض المنتخب المغربي يستغل لها فضل المنتخب المغربي يا كريم عنده قدرة بإذن الله أنه عندهم العصر تريد استغل لكل هذه النقاط الضعف اللي هنتكلم عليها في المنتخب الكندي وهنقول مين مفاتيح اللعبة في المنتخب المغربي اللي ننتظر بإذنه الرحمن لو كانوا في يومهم أن هم اللي يجبوا المكسب للمنتخب المغربي يلا نروح بنا على الحالات ونشوف نقاط القوة في المنتخب النقاط الضعف في المنتخب المغربي اللي على المنتخب المنتخب الكندي لغبطني من نقاط الضعف في المنتخب الكندي اللي على المنتخب المغربي أنه هو يستغل بصة كريم الفريم ده عشان هيكرر معنا كتير جدا وقفة الرباعي بتوع الخط الخلفي خاصة فيتوريا وميلر في el center back لا بيعملوا الoffside trap ولا بيعملوا الضغط واتضربوا بيها 4 مرات أو 5 مرات في مباراة كرواتيا و3 مرات في مباراة بلجيكا تم تسجيل منهم ثلاث مرات في مبارات كرواتيا ومرة في مبارات منتخب الجيكا كورة طولية وحيدة من ألدرفيلد طويلة اتلعبت لباتشواي بص النتيجة بص واحد رباعي واقف بص النتيجة قدي فريم روح لفريم اللي بعده استلم الأول الراجل وحطه المشيل باتشواي لتنين مش في التسلل لتنين بيستلموا بمنتقى الاريحية بتتحط المشيل باتشواي لأن الوقفة كانت لوس جدا مفيش إحكام في الرقابة مفيش وقفة بشكل صحيح ولا ترحيل ولا مسك بشكل جيد كمل الفريم اللي بعده طبعا دي انفراد اه احطسب التسلل لكن بنفس الشكل اللي تم التسجيل منه بعد كده يلا روح للحالة اللي بعدها اللي فيها نفس المشاكل اللي موجودة يلا بصها كريم بصها كريم في المرتدة وانت راجع في المرتدة ده في مبارات المتخب الكرواتي تم احتسابها تسلل بصها كريم لكن بص المساحات قد ايه وانا بلعب منتخب كرواتيا لقلنا ان واحدة من نقاط القوة الكثافة الهجومية لكن الارتداد او الترانزيشن مش بالشكل الكافي مع اي منتخب ويقدر المنتخب المغربي من خلال استخدام ياسين مرابط سليم املاق عز الدين اناحي بصات دقيقة من وسط الملعب وبكرة بعد بكرة باذن الرحمن مباراة يوسف نصيري يوسف نصيري يقدر بالسرعات انه يستغل كل هذه المساحات في دهارة خط المنتخب الكندي مهم جدا جدا ان يوسف نصيري سوفيان بوفال حكيم زياش الثلاثي يشتغلوا انه على المناطق والسبايس المناطق الفراغي الكبيرة جدا والوقفات الغلب بتاعت المنتخب الكندي بص يا كريم المسافة اللي ما بين السنتر باكنح تليمين والسنتر باكنح تشمال بتاعت المنتخب الكندي وكراماريتش نجمع منتخب كرواتيا في النص اه كرة حسب التسلل لكن نفس الشكل الفريم اللي بعده نفس الغلطة نفس المشكلة الراجل ده طالع من العمق من ناحية اليمين للعمق يا كريم اللي هو معهوش الكورة طلع حتى الباص راحت راحت الكوراماريتش ارجع تاني راحت تبرزيتش ارجع تاني هتتحط الكوراماريتش انفراد الفريم اللي بعده تكمل والراجل راح انفراد اللي بعده وقفات لوز جدا هاتكنسون واستاكيو اللي اتنين ما بيعملوش الرقابة في وسط الملعب ولا بيخلوا خط دفاع المنتخب الكندي محمي بيبقى دايما مكشوف وقفات خطأ تماما بص يا كريم تلت لعيبة من المنتخب الكندي واقفين ولا رقابة على اي لعب من المنتخب كرواتيا بص الراجل اللي واقف على الخط اللي معهوش الكورا يا كريم واقف جوه انسايد مش اللي واقف بره في اخر الصورة اعمل الفريم اللي بعده كمل الراجل هيستلم بمنطقة الاريحية دخل واستلم وتحرك وكل ده ما فيش رقابة اللي بعده كمان الفريم اللي بعده هتروح وهتتحط بالعرض ويتم التسجيل منها هدف اللي بعد رقابة اتنين لعيبة راحين وفي نفس الوقت بيتم التسجيل منها بعديها صور مكررة من نفس الاخطاء بتقولك ان فيه باترنة او فيه نمط للاخطاء بتاعة المنتخب الكندي اللي بعده لسا بفضيلة دقيقة طيب هنكمل هي يعني خلاص الحالات متشابقة فهنجري فيها شوية اللي بعده كمان نفس الاخطاء بص يا كريم واقفة الرباع بتوع الخط الخلفي اللي اتنين بتوع اللي قدام الخط الخلفي بتوعص الملعب كشفين الخط الخلفي تماما فبيتضربوا لك انت تخيل شاف الزحمة كتير او يا كريم دي تم تسجيلها هدف بباس وحيد ضرب اربع لعبين ايه دي هدف الكرة اللي بعدين اللي بعده اللي بعده نفس القصة التخطية على الجناحين بسبب عدم رجوع الاجنحة للتخطية الكرة دي بمنتقى البساطة قبل ما تروح للفريم اللي بعده الرجل الفرود راح سحب معال اتنين تلت لعيبة فضيين تلت فرص للتمرير بتتحط البرة ويتم تسجيل منها الهدف اللي بعده الفريم اللي بعده نفس الكور اللي بعده بص العكسية والتخطية العكسية والترحيل اللي بعدها داخل تغيري بقى النص دي 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 قلتلي في لعيبة في المغرب هي بقى اللي تعمل الدور دي هي اللي هتعرف تفتح المنتخب الكندي الوقافات الغلب بتاعة الربع والمساحات الكبيرة يوسف النصيري اللي كان فيه انتقادات الناس شايفه وإحنا قلنا دور يوسف النصيري وقلنا الدور اللي بيقدمه يوسف النصيري واحد من اللعبة اللي ممكن تسجل المنتخب المغربي بشكل كبير على المنتخب الكندي ويبقى الجناحين بشكل كبير جدا سواء حكيم زياش أو سوفيان بوفال يقدروا يستغلوا كل هذه المساحات في خط دفاع المنتخب الكندي بشكل كبير جدا